مرحباً أبنائي هل يمكنكم سماع الأصوات التالية؟ كيف يحدث الصوت عندما نتكلم؟ هل السبب هو الفم؟ اللسان؟ أم الحنجرة؟ إنها الحنجرة تحتوي الحنجرة على أوطار صوتية دعونا نرى ما يحدث لهذه الأوطار الصوتية عندما نتحدث وماذا عن الجيتار؟ ماذا يحدث لأوطاره عندما يصدر أنغاماً؟ وهذه الأجراف كيف أصدرت أصواتها الرنانة؟ ما السبب وراء حدوث كل هذه الأصوات؟ أحسنتم إنه الإهتزاز حدث الصوت نتيجة اهتزاز الأوطار الصوتية للحنجرة ونتيجة اهتزاز أوطار الجيتار ونتيجة اهتزاز الجرس ما هو الاهتزاز؟ الاهتزاز هو أن يتحرك الجسم ذهاباً وإياباً طوال فترة خدوث الصوت كيف تنتقل اهتزاز الصوت من الشوكة الرنانة إلى الأذن؟ دقائق الهواء هي التي تقوم بنقل الصوت من الشوكة الرنانة إلى الأذن مثالاً عند اهتزاز الشوكة الرنانة تهتز دقائق الهواء المجاورة لها ذهاباً وإياباً وتكرار هذه الحرفة يؤدي إلى تكون موجات الصوت تعلمنا عن الصوت وكيفية حدوثه الآن دعونا نتكلم عن إحدى قصائص الصوت هل تستطيع أن تعرف ما هو الفرق بين الصوتين؟ إجابتك صحيحة صوت القطار عال بينما صوت المياه الجارية منقفض التمييز بين الصوت العالي والصوت المنخفض يسمى خصية علو الصوت لماذا كان صوت القطار عال وصوت المياه منخفض؟ دعونا نستكشف سوياً في الحلقة القادمة هل تستطيع صنع آلة موسيقية فقط باستخدام علبة كتون فارغة وأربطة مطاطية؟ شاركنا صور آلتك الموسيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا قم بإجابة الاستبانة آخر كل حلقة أسبوعية في التعليق أسفل الفيديو سنقوم بسحب عشوائي على جميع الإجابات الصحيحة في نهاية الفصل الدراسي وسيعلن عن الفائزين بأول ثلاث مراكز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سؤال الحلقة هو كيف يحدث الصوت؟